والبداية الليلة من الجزائر ففي زحمة الإجراءات هناك بيان رئاسي جديد وفيه أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته يوم الأحد الثامن والعشرين من أبريل الحالي وقالت الرئاسة أن بوتفليقة سيصدر قرارات مهمة تبقى للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة الآن معنا من الجزائر مراسلتنا ياسمين مسوس مساء الخير ياسمين آخر ردود الفعل وخاصة في الشارع الجزائري الذي كان مغادرة الرئيس بوتفليقة كانت أحد أبرز مطالبه نعم مهند بعد ما بدأ للوهلة الأولى أن البيان حول استقالة الرئيس قبل الثامن والعشرين من إبريل هو استجابة لدعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع بتفعيل المادة مئة واثنين هناك حديثة الآن عن خلاف لا يزال مستمر في وجهات النظر حول الحلول للخروج من الأزمة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة هناك اتهامات من قبل المعارضة بأن مؤسسة الرئاسة تسيرها قوى غير دستورية وهي التي تصدر هذه البيانات خصوصا أن بياني الأمس واليوم هم فقط من دون إمضاء أو توقيع للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهناك أيضا ما يعزز هذه الفرضية قبل قليل بخصوص إلقاء القبضة حول أو حول توقيف بعض رجال الأعمال أبرزهم علي حدادة المقرب جدا من شقيق الرئيس والذي سبق أن مول حملات انتخابية سابقة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل قليل فقط ورد على القناة التي يملكها رجل الأعمال علي حداد أنه تم إطلاق صراحه فيما كان بيان لمجلس قضاء الجزائر الصباح اليوم يقول أن رجال أعمال متابعين بتهم الفساد وممنوعين من السفر وتم سحب جوازات سفرهم وهو ربما يعزز فرضية أن هناك خلافات كبيرة بين مؤسستي أو بين صناع القرار في أعلى هرم السلطة مهندة طبعا نتحدث عن حوالي 12 شخصية من رجال الأعمال تم مصادرة أو حجز جوازات سفرهم في الفترة الأخيرة كما جاء في بعض المعلومات دعيني أسألك ياسمين عن بعض القرارات المهمة التي تم الإعلان بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتخذها لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة هل هناك أي مؤشرات على طبيعة هذه القرارات ياسمين ما زلت معنا عفوا لم أسمع السؤال ياسمين سألتك عن القرارات التي من المفترض أن يتخذها نعم لم أسمع السؤال مهند نعم نعم القرارات التي من المفترض أن يتخذها الرئيس بوتفليقة قرارات مهمة كما جاء في البيان لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة هل هناك أي معلومات حول طبيعة هذه القرارات نعم أغلب القراءات لما يمكن أن تتضمنه هذه القراءات تدور حول مجلس الأمة هناك من يقول أن رفض الشارع لأن يكون رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح هو رئيس الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا وهي الفترة التي يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيتم تعيين أشخاص آخرين في مجلس الأمة وتغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى قد تلقى ربما تجاوبا في الشارع وأيضا لدى بعض أطراف المعارضة لتكون هذه الشخصية تقود المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد هل مسألة الندوة الوطنية مازالت مطروحة ياسمين؟ لا بما أن الرئيس قال إنه سيستقيل قبل 28 من إبريل فالندوة التي كان من المتوقع أن تدوم لسنة كاملة وأن يرأسها الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي السابق يعني إلى حد الآن نسفت كل هذه الإجراءات الآن نتحدث عن إجراءات فورية ثلاثة أشهر على الأكثر تسبقها قرارات للرئيس قبل استقالته قبل 27 يوما طبعا الموضوع الجزائري سيكون الموضوع الرئيس في الساعة الثانية بالمزيد من المعلومات والتحليل مع الضيوف مختلفين شكرا جزيلا لك ياسمين موسوس مراسلة سكاي نيوز عربية مباشرة من الجزائر